السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة مهمة جدا النهاردة عن فيتامين دال طبعا كل الناس دلوقتي وكل الاهتمامات على فيتامين دال ولكن النهاردة هنتكلم عن عشر فوضة فيتامين دال اغلبنا او معظمنا ما يعرفوش اي حاجة عنه معظم الناس واغلب الناس وحتى الاطفال وحتى كل الناس في عموم الارض تسألوا فيتامين دال بتاع ايه؟ كل الناس حفظين ان فيتامين دال ده بتاع العضم هيحميك من هشاشة العضم فيتامين دال ده هو اللي بين الكالسيوم بياخده من الدم ينقله بيحطه جوه العضم علشان كده هو مهم جدا لصحة العظام بتاعتنا وبيحمينا من هشاشة والكلام ده صح وكان لحد السنوات القليلة اللي فاتت كل الناس وكل الاطباء هي دي كل معلوماتهم عن فيتامين دال ولكن حاليا بقى في السنوات الاخيرة ازداد الاهتمام جدا بفتامين دال كل يوم بنكتشف فوايد كتير جدا وفوايد مهمة جدا لفتامين دال ما كناش نعرفها قبل لكده لدرجة ان اجراءة فيتامين دال بيعتبروه زي الهرمون ومش مجرد فيتامين وخلاص لأ بيشتغل كأنه هرمون بالزبط وليه مستقبلات في كل الخلايا في جسمك يعني ايه ليه مستقبلات اي هرمون علشان يشتغل مثلا هيروح هيأثر على الجلد بتاعك لازم يكون ليه مكان يقدر يفتحه او يقدر يشتغل عليه زي مفتاح الباب بالزبط انت بتمسك المفتاح بتحطه في القفل بتاع الباب كل قفل ليه المفتاح المخصوص بتاعه فبالزبط كل هرمون في الجسم ليه القفل بتاعه اللي هو بيشتغل عليه ودي بنسميها المستقبلات او المكان اللي هو يدخل يشتغل عليه فلاقينا بقى ان فيتامين دال ليه مستقبلات في انحاء جسمك ليه مستقبلات في كل الخلايا بتاع جسمك وعلشان كده بتيجي من هنا الفوائد الكتيرة جدا بتاعت فيتامين دال اللي كل يوم نكتشف فيها حاجة جديدة نبتدي بقى نستعرض مع بعض ايه هم العشر فوائد لفيتامين دال غير طبعا موضوع ايه العظام وموضوع هشاشة العظم اخر نقطة هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة هي طبعا اهم نقطة واكيد كلكم بتسألوا عليها او بتسمعوا عليها هي علاقة فيتامين دال بموضوع الوزن علاقة فيتامين دال بموضوع رجيم وانا خليتها في اخر الحلقة لانها اطول نقطة فيهم وعايزة شرح تفصيلي شوي علشان تفهموا ايه العلاقة بين الاتنين نبتدي في اول نقطة من النقطة العشرة النهاردة وانا فيتامين دال مهم جدا لصحة الاسنان وصحة الجلد وصحة الشعر بتاعنا النقطة رقم اتنين فيتامين دال مهم جدا للمخ وللجهاز العصبي وللخلايا العصبية والنقطة دي بالتحديد بقى انا عملت عليها فيديو ومخصوص اللي هو الفيديو ده وجوه الفيديو ده انا اتكلمت عن عشر النقط بس لتأثير فيتامين دال على المخ وعلى الجهاز العصبي بتاعنا طبعا حلقة مهمة جدا لازم كلنا نسمحها واسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف النقطة رقم تلاتة وان فيتامين دال بيحمي الناس من اعراض الاكتئاب لانه بيساهم في انتاج هرمون بنسميه هرمون السيروتونين اللي هو مسؤول عن المزاج بتاعك علشان كده الناس اللي عندها نقص فيتامين دال بتكون عرضة اكتر للمزاج المتقلب وانه الموت بتاعهم وحش وانه مزاجهم مش كويس وعرضة اكتر للاكتئاب النقطة رقم اربعة لان الناس اللي عندهم فيتامين دال قليل بيكون عرضة اكتر من غيرهم للازمات القلبية وللجلطات وكمان بيكون عرضة اكتر من غيرهم لارتفاعات ضغط الدم النقطة رقم خمسة مهمة جدا للسيدات الحوامل وللجنين اللي في بطن الام لانه بيأثر في المستقبل على صحة البيب الستة هي حامل لما يكون فيتامين دال عندها مظبوط لما بتكون بتاخد الجرعات المظبوطة من فيتامين دال البيب بتاعها في المستقبل بيجيب صحة كويسة نقص فيتامين دال في فترة الحمل بيأثر على البيب ده في المستقبل بيكون الجهاز المناعي بتاعه ضعيف ويكون طبعا منعته قليلة وعرضة كتير جدا للأمراض المتكررة طول الوقت وكمان طبعا والأكيد إن عظامه بتتأثر وبتكون تعبانة النقطة رقم 6 فيه بعد الدراسات ربطت بالنقص فيتامين دال وتأخر الحمل لأن لقينا إن نقص فيتامين دال بيقلل من معدل الخصوبة في الرجال وفي السيدات النقطة رقم 7 فيه بعد الدراسات ربطت بين نقص فيتامين دال وحدوث بعض حالات الإجهاض المتكرر عند السيدات النقطة رقم 8 ونقطة مهمة جدا كفاءة الجهاز المناعي بتاعك المناعة بتاعتك الناس اللي عندهم فيتامين دال مزبوط بتكون منعتهم أقوى بيكون الجهاز المناعي بتاعهم بيشتغل بشكل أكفى وشكل أحسن والموضوع ده طبعا فيه دراسات كتيرة جدا اتعاملت عليه وقت موضوع كورونا وانه لقوا فعلا ان حتى الناس اللي بيجي لهم كورونا لما بياخدوا جراعات عالية من فيتامين دال بيخفف من حدة المرض عندهم وانهم بيتعافوه بسرعة وان الناس اللي بيكون عندها نقص في فيتامين دال بيكون عرضة أكتر للإصابة بالأمراض عرضة أكتر للإصابة بفيروس كورونا وحتى لما بيجي لهم المرض بتكون المضاعفات عليهم أكتر وأشاند النقطة رقم 9 لقينا ان الناس اللي عندها نقص فيتامين دال بيكونوا عرضة اكتر من غيرهم للاصابة بمرض السكر ومقاومة الانسولين. علشان كده جزء اساسي جدا من علاج مريض السكر انه لازم يشيك على فيتامين دال بتاعه. لما فيتامين دال بتاعه هيتزبط هيساعده بشكل كويس جدا طبعا مع الالتزام في النظام الغذائي والالتزام في كل التعليمات اللي احنا دايما بنقولها لمريض السكر. ومن هنا هنطلع مباشرة عن النقطة الاخيرة في حلقتنا. النهاردة هو موضوع زيادة الوزن. ايه الارتباط بين فيتامين دال وانك مش عارف تخس. ده الناس اللي انه فيتامين دال عندها قليل بيكون معدل الحرق عندهم منخفض. بيعملوا رجيم فعلا وبيمشي على نظام الغذائي ويجي يقولك يا دكتور انا بعمل كل حاجة صح ولكن مش عارف اخس. اقوله شيك على فيتامين دال الا ايه قليل. اقوله لما انزبط فيتامين دال ان شاء الله معدل الحرق هيتحسن عندك وسرعة استجابتك للريجيم هتتحسن وهتقدر تخس بشكل كويس. ليه بقى? النقطة دي مهمة علشان كده انا خلتها في اخر الحلقة لانه عايزة تفسير شوية. الفيتامين دال زي ما احنا لسه قليلين من شوية لما بيكون قليل بتكون عرضة لمقاومة الانسولين يعني ايه مقاومة الانسولين? يعني الانسولين بتاعك موجود في الدم مرتفع ومش شغال. وكتير جدا قلنا طول ما هو الانسولين مرتفع في الدم بيقف حاجز امام عملية حرق الدهون? لا وبالعكس كمان هو بيخزن دهون اكتر. فعلشان كده لما تزبط فيتامين دال مقاومة الانسولين هتتزبط مستوى الانسولين هيقل فبالتالي معدل الحرق عندك يرتفع وتقدر تحرق دهون بشكل افضل. ومش بس كده فيتامين دال القليل مش هيسكت على كده ومش هيأثر عليك بس على كده. فيتامين دال لما بيقل في الجسم بيزود هرمون تاني اتمبارة ثيرويد هرمون او هرمون الغدى الجار درابين. لان ان الهرمون ده لما بيزداد اللي هو باراثيرويد هرمون ده بينشط انزيم معين مسؤول عن تكوين الدهون. ففيتامين دال عندك هيقل الباراثيرويد هرمون ده هيزداد. يروح ايه? عامل ايه? ينشط انزيم مسؤول عن تكوين وتخزين الدهون في الجسم. وكمان لقينا ان فيتامين دال لما بيكون قليل بيقلل هرمون الليبتن وإيه هو هرمون الليبتن اللي عملنا عليه فيديو مخصوص اللي هو الفيديو ده ده اللي بنسميه هرمون الشبع يعني لما هرمون الليبتن ده أو هرمون الشبع ده هيقل في جسمك شبعك هيقل جوعك هيزداد هيكون صعبة عليك أبداً إنك تلتزم في الضيط لا وأتلاقي نفسك قاعد تاكل كل شوية وعلشان كده برضو وزنك هيزداد والدهونة تتركم عندك في الجسم وآخر تأثير بقى ولكن النقطة دي مهمة جداً لأنها في الأطفال اتفقنا قبل كده وقلنا إن الخلايا الدهنية اللي في جسمك عددها بيزداد لحد فترة البلوغ بعد فترة البلوغ عدد الخلايا الدهنية اللي في جسمك بيكون ثابت ما بتغيرش يعني لو أنت عدت من فترة البلوغ مثلاً بمليون خلايا دهنية هيفضلوا عايشين معاك طول حياتك ولكن لما بتعمل رجيم هم بينتمشوا وحجمهم بيقل قبل البلوغ بقى في الأطفال اللي هو قبل مرحلة البلوغ علشان كده بنركز كتير جداً على تغذية الأطفال عدد الخلايا الدهنية ده بيزداد ويقل على حسب وزنك وعلى حسب الأكل اللي أنت بتاكله كلما يكون منظمين حياتنا في المرحلة دي كلما يكون عدد الخلايا الدهنية هيقل فبدل ما تعد من مرحلة البلوغ مثلاً بمليون خلايا دهنية لا ممكن تعد بنص مليون خلايا دهنية بس وده طبعاً هيساعدك كتير جداً في المستقبل ويجنبك مشاكل السمنة لقينا بقى أن نقص فيتامين دال في المرحلة دي اللي هي مرحلة البلوغ بيساعد على تكوين خلايا دهنية جديدة ولما نبدأ نزبط فيتامين دال عند الأطفال ونهتم به في المرحلة دي بيأثر ويقلل من عمر الخلايا الدهنية يعني تموت بسرعة وكمان بيمنع تكوين خلايا دهنية جديدة يبقى كل الحاجات الكتيرة اللي أنا قلتها دي هي تأثير فيتامين دال على معدل نزول الوزن بتاعك وعلى الرجيم بتاعنا وهي دي حلقتنا النهاردة ليه فيتامين دال مهم وليه لازم كلها نهتم سواء قبار أو أطفال إن احنا لازم نهتم ونزبط فيتامين دال علشان العشر فوايد المهمين جداً اللي أنا قلتهم النهاردة وبس كده أنا خلصت الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا بكل المعلومات اللي إحنا قلناها النهاردة لو شايف إن المعلومات دي فدتك بشكل كويس معلومات جديدة عليك حاول إن تساعدني وتشارك الفيديو وتنشره وتوصله لناس غيرك حاول إن المعلومات اللي إحنا بنقولها توصل أكبر عدد من الناس علشان الناس أكتر تستفيد بالمعلومات دي لو حضرتك جديد معنا على القناة شرفنا بالاشتراك في القناة وفعل صورة الجرز عشان إن شاء الله توصلك تنبيهات بكل الفيديوهات الجديدة اللي إحنا بنعملها وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ونحوة الله وبركاته